بعد أيام قليلة تطلق وكالة الفضاء الأمريكية تجارب جديدة في الفضاء من شأنها حماية كوكب الأهرض من خطر النيازك التي من الممكن أن تصيب كوكبنا يوماً ما هذه التجارب في مراحلها الأولية وتهدف إلى تغيير مسار أحد النيازك تفاصيل هذه التجربة بالأرقام والمعلومات مجدداً مع الزميلة مروج إبراهيم مروج دائماً نسمع بأن هناك نيازك على وشك الارتطام بالأرض والكثير مننا لدينا هواجس ومخاوف حول هذا الموضوع ماذا لديك في هذا الشعب؟ الأمر أصبح حقيقة بالفعل مهند يعني ليست مجرد هواجس ولكن بالفعل لطالما سمعنا بخطر يهدد كوكبنا من جراء احتمالية ارتطام بعض الكويكبات أو الأجرام به لكن ما لم نسمع به من قبل هو وجود آلية معينة تحمي كوكب الأرض من هذه الأخطار وهذا ما تسعى لأجله وكالة الفضاء الأمريكية ناسا فبحث بتقرير نشرته مجلة نيتشر العلمية تخطط ناسا لإطلاق مركبة فضائية هذه المركبة هدفها الاستضام بكويكم لمعرفة إمكانية تغيير مساره حتى لا يرتطم بكوكب الأرض وفقا لمختصين فإن التجربة ستكون آمنة تماما على كوكب الأرض ستحدث على بعد 11 مليون كيلومتر من الأرض يطلق على مركبة الاختبار التي ستطلقها ناسا اسم دارت تستهدف زوجا من الكويكبات هما ديمورفوس وديديموس وهما ينتقلان معا عبر الفضاء ويدور أحدهما حول الآخر أثناء دورانهما حول الشمس مركبة دارت وفي حال إطلاقها بنجاح في الشهر الحالي سيكون الارتطام بديمورفوس في سبتمبر أو في أكتوبر من العام المقبل 2022 يتوقع الباحثون أن يتسبب الاستضام بتقليص مدار ديمورفوس حيث قد تزيد سرعته 73 ثانية ترصد ناسا أكثر من 27 ألف كويكب بمسارات مختلفة قرب كوكب الأرض وأغلب ما يدخل الغلاف الجوي منها يتفكك ويسقط على الأرض ولكن من دون أي أضرار على الرغم من هذه المعلومة فإن ما يسعى العلماء إليه هو منع ارتطام كويكب الأرض لمنع تكرار ما يعتقد العلماء أنه حصل قبل 66 مليون عام عندما اصطدم كويكب الأرض ما أدى إلى مقتل الديناصورات وكل أشكال الحياة على الكوكب سابقا يعني هذه المهمة ربما تكون مهمة صعبة بالنسبة لوكالة ناسا ولكنها يعني الهدف منها هو حماية كوكب الأرض مهند من هذه الأجرام وعلى ما يبدو أن العلم سيترقب بالفعل نجاح مهم من هذا النوع نعم كنا دائما نسمع مروج عن وجود أصلا صواريخ من هذا النوع عدا عن هذه المركبة صواريخ ترتطن بهذه الأجسام الفضائية صحيح إما تحيدها عن مدارها أو تجزئها إلى أجزاء صغيرة على كل حال الله يستر شكرا جزيلا لك شكرا مهند